أهلا بكم تقرير للأمم المتحدة يتسهم قوات الأسد بإعدام أطفال في سن الثامنة وتعزيبهم واستخدامهم دروعا بشرية خلال عمليات عسكرية ضد معارضين واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون أن التقرير كشف عن واحدة من انتهاكات عديدة خطيرة في حق الأطفال إلى ذلك ذكر ناشطون سوريون أن القوات الحكومية اتكبت مجزرة جديدة في دار الزور شرق البلاد وأوضحوا أن أكثر من ثلاثين شخصا قتلوا جراء القصف الذي تم بقذائف الاربيجي وسدف ليلا تظاهر في منطقة الجبيلة مشيرين إلى أن العشرات أصيبوا أيضا وأن كثيرا من الجثث ما تزال تحت الأنقاض واشنطن تعرب عن قلقها من أن يكون النظام السوري يستعد لارتكاب مجزرة جديدة في مدينة الحفة باللاذقية في موازات ارتفاع وطيرة أعمال العنف والمواجهات في سوريا حاصدة 106 قتلى غالبيتهم من المدنيين والموفد الدولي كوفي أنان يطالب السلطات السورية السماح للمراقبين الدوليين بدخول الحفة التي تتعرض للقصف من قوات النظام السوري منذ ستة أيام معربا عن قلقه غدا تمقتل 63 شخصا في أعمال عنف وقبل يومين من لقاء بين روسيا وإيران سيتناول الأزمة السورية البرلمان المصري يعقد اليوم أثلاثاء بدعوة من المجلس العسكري جلسة مشتركة ثانية لأعضاء مجلسيه الشعب والشورى لانتخاب الأعضاء المئة للجمعية التأسيسية المناط بها سياغة الدستور الجديد للبلاد رغم اعتراض عدد من الأحزاب الليبرالية والإعسرية على التشكيل المزمعي للتأسيسية مرشحا رئاسة المصرية محمد مرسي وأحمد شفيق يتبادلان اتهامات بالتورط في أحداث موقعة الجمل حيث اتهم شفيق جماعة الإخوان بالمسؤولية قائلا إن عناصر الجماعة وأعضاء من حركة حماس الفلسطينية كانوا فوق المباني المطلة على الميدان لضرب المتظاهرين بينما نفت جماعة الإخوان التهم الموجهة لقيادتها محملة شفيق المسؤولية خاصة أنه كان رئيسا للوزراء في تلك الفترة الرئيس المصري السابق حسن مبارك يتهم السلطات بالرغبة في قتله في السجن وذلك بعد أن أكد مصدر طبي تدهور حالته الصحية وخضوعه مرتين الاثنين لعملية تنشيط لعضلة القلب بالصدمات الكهربائية بعد توقفه عن العمل وكانت السلطات المصرية وافقت أمس الاثنين على الصحابي مبارك نجليه على وجمال داخل محبسه في مستشفى سجن تورا بعد أن كان محبوسين في سجن مجاور القيادات اللبنانية المشاركة في جلسة الحوار الوطني أمس الاثنين تتطفق على رفض اللجوء إلى العنف والسلاح وصون السلم الأهلي رافضة تحويل لبنان مقرا أو ممرا لتهريب السلاح والمسلحين إلى سوريا أو إقامة منطقة عازلة داخل حدوده للتفاصيل زوروا موقعنا القدس دفقان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر